موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد للليلة موسيقى الحكومة الفلسطينية تضع نفسها في تصرف أبو مازل وحركة فاتح تدعو للتشكيل حكومة جديدة والهدف إنهاء الانقسام فهل سيكتب لهذه الخطوة النجاح؟ موسيقى ردود فعلا رافضة من الفصائل الفلسطينية لأي حكومة في ظل الانقسام هل يؤدي تشكيل الحكومة الخلافية إلى تكريس الفصل بين غزة والضفة؟ موسيقى موسيقى مأزق العلاقة بين حركتين فتح وحماس فما بينهما خلافات بتت لا تنتهي وربما لتعدادها من الأسهل أن نذكر نقاط الاتفاق على أن نحدد ما يفرق بينهما الأكيد والمحسوم والنهائي أن حركتين فتح وحماس ينتميان لنفس الأرض فلسطين وأكثر ما يجمع بينهما هو العدو الواحد إسرائيل ما هو غير ذلك قابل كله للنقاش جديد الأزمات إعلان حكومة رامي الحمد الله وضع نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي ذلك تمهيد لتشكيل حكومة جديدة تقول حركة فتح أنها تريدها حكومة فصائلية وبداية طريق لإنهاء الانقسام فيما تعتقد الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس والجهاد أن هذه الخطوة انقلاب على الاتفاقات السابقة ومصدر جديد للخلاف ومنطلق لبداية الفصل الأكيد بين قطاع غزة والضفة الغربية فما هي بعض هذه الخطوة وهل هي فعلا لمصلحة الوحدة الفلسطينية أم إنها الخطوة الأخيرة لفرض حكومة الأمر الواقع إذن بانتظار قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضعت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامل الحمد لله نفسها تحت تصرف الرئيس فيما أعلنت مركزية فتح تشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع الفصائل المختلفة حول الحكومة الجديدة نسرين سلمي تحت شعار إعادة الاعتبار إلى فصائل منظمة التحذير وتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام أوسط اللجنة المركزية لحركة فتح بتأليف حكومة فصائلية جديدة خلفا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامل حمد الله هدف الحكومة الأبرز كما أعلن أعضاء مركزية فتح توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة الظرف السياسي الحرج الذي تمر به القضية الوطنية هذه الحكومة مهمتها تهيئة الظروف وتعبيد الطريق باتجاه إنهاء الانقسام إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وفصائل منظمة التحرير حكومة الحمد الله وضعت نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح تأليف لجنة من أعضائها للبدء بمشاورات مع فصائل المنظمة لضمان مشاركتها في الحكومة المقبلة خطوة انفرادية لن تضيف جديد ولن تجدي نفعا ويمكن الحكم عليها بقدر أن تكون جزء من تنفيذ اتفاقيات المصالح وغير ذلك يتعتبر خطوة إلى الوراء مراقبون أكدوا أن تأليف حكومة في ظل الانقسام الحالي سيعني زيادة في الانقسام وانفصالا آخر عن قطاع غزة تشكيل الحكومة بهذه الطريقة إنما يعني الانتقال من فرض عقوبات على قطاع غزة إلى فك ارتباط مع قطاع غزة وخاصة أن هذه الحكومة لا تشارك فيها حركة حماس وليست حكومة وحدة وطنية ولا يزال قرار تأليف الحكومة الجديدة مرهونا بقرار من الرئيس محمود عباس وموقف الفصائل التي يفضل معظمها حكومة وحدة وطنية جامعة حكومة وحدة وطنية أم حكومة فصائلية بالنسبة للشرع الفرسطيني الأهم أن تكون على قدر تطلعاته وقادرة على استعادة ثقته فيها نسر سلمي رام الله الميادين معنا رام الله عضو اللجنة المركزية في حركة فتح معالي الوزير حسين الشيخ مرحبا بكم بعد أن وضع رئيس الحكومة رامي الحمد الله حكومته في تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس هل لك أن تضعنا في التوجه القرار الآن أن تحل هذه الحكومة والبحث عن حكومة جديدة واتخذ الأمر بأن يكون ذلك من ضمن فصائل منظمة التحرير صحيح مساء الخير أولا حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في عام 2014 هي كانت محصلة اتفاق بين كل التنظيمات السياسية الفلسطينية وفي مقدمتها فتح وحماس وتم تشكيل هذه الحكومة في بيت الأخ سماعين هني صحيح وبنيت هذه الحكومة على قاعدة أن تساهم وأن تكون جسر عبور باتجاه إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني والوصول إلى المصالح الوطني الفلسطيني عمر الحكومة تقريبا خمس سنوات الآن ورافق عمل هذه الحكومة العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بيننا وبين حركة حماس سواء كان ذلك برعاية مصر أو كان ذلك برعاية قطر إلى آخره من كل هذه الاتفاقيات التي للأسف الشديد أنها لم ترى النور هذه الاتفاقيات أمام تصلب موقف حركة حماس وتعنتها وإسرارها على فرض الهيمنة والسيطرة الكاملة على قطاع غزي بعد خمس سنوات من عمر هذه الحكومة بات واضحا أنه قد استنفذت أو استنفذت هذه الحكومة دورها ومهمتها التي كان يراد لها أن تؤديها وللأسف الشديد لم تتمكن من ذلك كما أشر بات من الضروري الآن التوجه إلى مصارات مختلفة هذه المصارات تتمثل أولا بالذياب إلى الانتخابات التشريعية وبعد قرار حل المجلس التشريعي ودعوة الرئيس الأخى بومازن للدكتور حنى ناصر بأن يتوجه مباشرة إلى كل الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للتحضير لهذه الانتخابات وطلب منه أيضا التوجه إلى قطاع غزة للحوار مع الإخوة في حركة حماس على أساس الموافقة على الدخول في الانتخابات التشريعية ربما تكون ملاذ لكل الفلسطينيين بالعودة إلى صندوق الاقتراع وحكم الشعب الذي هو الحكم والفيصل في ذلك ونتائج الانتخابات التشريعية تحدد الخارطة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني وممكن بعد ذلك أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية على قاعدة هذه النتائج لحين ذلك لدينا توجه الآن وقرار حقيقة هو أكثر من توجه أصبح قرار الآن بتشكيل حكومة سياسية فصائلية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حتى تستطيع أن تعبر هذه المرحلة بالتحديات الكبيرة التي تقف أمامها أنا أتمنى أن يبدأ الحوار من يوم غد بيننا وبين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لنتمكن من تشكيل حكومة سياسية فصائلية تستطيع أن تؤدي هذا الدور الكبير وهذه المهمة الوطنية الكبيرة في الوصول إلى صندوق الاقتراع ومواجهة التحديات السياسية الكبيرة أولا نريد الانتخابات حتى نحافظ على وحدة الوطن والشعب بمعنى أننا نريد انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والقدس في مقدمتها حتى نؤكد للعالم أجمع أن الوطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني موحد بكل أطيافه وبكل فئاته وفي نفس الوقت هذه الانتخابات ستؤكد من جديد لكل العابثين ولكل المتآمرين بأن صفقة القرن لن تمر كيف يمكن لهذه الحكومة أن تحقق ما تتفضل بترحي أمام مثل هكذا تحديات كما أشرت في ناية حديثي بأن صفقة القرن على ماذا ترتكز صفقة القرن ترتكز على تأبيد وتكريز دولة غزة وإمارة غزة حتى تتنصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من كل التزاماتها باتجاه حل الدولتين على قاعدة الالتزام والاعتراب بحدود الرابع من حزيران عام 67 هي حدود الدولة الفلسطينية كما أشرت بالضفة الغربية وقطاع غزة وفي مقدمتها القدس وهذا المشروع المسمى الآن بصفقة القرن والتي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقه بسلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها تقريبا قبل عام من الآن هي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب هذا الطموح الوطني الفلسطيني وضرب الحلم الفلسطيني في تحقيق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالاستقلال والخلاص من الاحتلال وهناك العديد من المشاريع التي طرحت لتكريس دويلة غزة وتأبيد إمارة حركة حماس في قطاع غزة وأشارنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مقابلة وفي أكثر من حديث سواء كان عبر الإعلام أو غيره في الجلسات العلنية والمغلقة وقلنا بأن ما يعرض الآن على الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع دويلة غزة تحت شعارات مختلفة طارة تحت شعار الإغاثة الإنسانية ومرت تحت شعار ميناء في كبرص أو مطار في إيلات ما هي إلا خطوات تهدف بالدرجة الأولى إلى قتل هذا الحلم ودفن القضية الوطنية الفلسطينية وتأبيد الاحتلال بالضفة والقدس ونشدنا إخوتنا في حركة حماس في أكثر من مرة بضرورة عدم التعاطي مع هذا المشروع لأنه يقتل حلم الفلسطينيين وعليه الآن كما قل المطلوب الآن أن ترسل رسالة إلى كل العالم بأن هناك وحدة الجغرافية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني يثابت راسخة في المفهوم السياسي الفلسطيني ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تضرب الدليل الذي ممكن أن يؤكد هذا الموضوع في ظل الإنكسام للأسف الشديد هو الذهاب إلى صندوق الاقتراع ونحن نقول للإخوة في حركة حماس تفضلوا تعالوا لنذهب سويا إلى صندوق الاقتراع وليكن الحكم بيد الشعب الفلسطيني أسئلة كثيرة تطرح الآن لماذا لم تؤجل عملية تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات وتشكل حكومة بالنتائج الانتخابات ما تقوله نتائج الانتخابات وبالتالي تشكل حكومة كيف يمكن الاستبعاد حركة حماس من حكومة أن تحقق الغايات التي تتفضل بطرحها إن لم يكن الأمر في إطار معاقبة حركة حماس أو بالفعل في محاولة لإبعاد الحرك ما توصيف حركة حماس بالنسبة الآن يعني هي لم تعد شريكا يعني في محاولة القول من حركة حماس لم تعد شريكا طب ممكن أسأل سؤال أنا طب ما نعملين حكومة وحدة وفاق وطني مع حماس منذ عام 2014 بالشراكة مع حماس طب شو هي تعبيرات الشراكة تعبيرات الشراكة اللي بيننا وبين حركة حماس ما هي من خلال هذه الحكومة حكومة خلال خمس سنوات لم تتمكن من شيء في قطاع غزة رغم كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بيننا وبين حركة حماس لا حضور ولا وجود ولا سلطة لهذه الحكومة المشكلة منذ خمس سنوات بموافقة حركة حماس وكل أطياف العمل السياسي الفلسطيني لماذا لم تعطى هذه الحكومة فرصة جدية في إنهاء الانكسام من خلال بسط نفوذها وسيطرتها وبسط النظام والقانون كما هو معمول فيه بالضفة الغربية السؤال أين هو الوفاق الآن الذين يتباكون على حكومة الوفاق الوطني مش هم من اللي هاجموا حكومة الوفاق الوطني قبل فترة وقالوا بأن هذه الحكومة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني وهذه الحكومة التفرد لحركة فتح وللرئيس أبو مازن في رام الله طب هذه الحكومة التي تشكلت بوافقة كل التنظيمات يوم أمس قبل أسبوع قبل شهر قبل شهرين حركة حماس على لسان كل قادتها هاجمت هذه الحكومة وأعتبرت أن هذه الحكومة غير شرعية احترنا إذن ما هو المطلوب إذا الاتفاقيات غير مطلوب الالتزام بها وتطبيقها ميدانيا إذا حكومة تم الاتفاق عليها بيننا وبين حركة حماس لم تعطى الفرصة الجدية لممارسة نفوذها وبسطها يمنتها على قطاع غزة إذا إلى أين المسار وإلى أين المسير وما هو المطلوب جديا في هذا الموضوع نحن نبحث الآن عن مخرج جدي حقيقي للخروج من هذه الأزمة هل تشكل هذه الحكومة مخرجا جديا للخروج من هذه الأزمة هل تستطيع أن تعمل في قطاع غزة هذه الحكومة إن شكلت؟ بدون أدنى شك نعم أنا أقول أن هذه الحكومة بدعوة واضحة وصريحة بمشاركة الكل الفلسطيني وبمشاركة كل فصائل العمل السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية علي أن تتحمل مسؤولياتها وأنا أود أن أشير هنا فقط بشكل سريع لماذا نصر على حكومة منظمة التحرير الفلسطينية ولا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية يا سيدتي تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الانقسام هو تأبيد الانقسام وتكريس الانقسام للأبد ستتحول هذه الحكومة إلى حكومة محاصصة بين فتح وحماس وستتحول إلى محاصصة جغرافية بين غزة والضبف الغربية هذا يعني تكريس الانقسام للأبد لا يمكن أن نذهب إلى هذا الخيار تحت أي ظرف من الظروف حكومة الوحدة الوطنية هي محصلة الانتخابات عندما تجري كما قلت نذهب إلى صندوق الاقتراع نجري الانتخابات التشريعية ومحصلة هذه الانتخابات عبر صندوق الاقتراع ستعطي الوزن الحقيقي لكل التنظيمات السياسية الفلسطينية وعلى أساسها يتم بناء التكتلات في داخل البرلمان الفلسطيني والسيد الرئيس كالعادي كما احترم في 2006 رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني في انتخابات 2006 عندما فازت حركة حماس من الذي يتسلم البلد؟ الذي يتسلم البلد حركة حماس؟ الرئيس بعد ساعة هنأ السيد اسماعين نية وكلبه بتشكيل حكومة مباشرة بحكم أن حماس كانت أكبر قوة برلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني للأسف الشريط حماس انقلبت على نفسها قامت بالانكسام في قطاع غزة هي انقلبت على حكومة كانت تقودها في حينه وهذا ليس بجديد بالمناسبة لا أريد أن أدخل أنا بالتاريخ في هذا الموضوع لأنه اتهامات مدبادلة معالي الوزير والكثير يقال بال2006 و2007 الوقت كله متاح وأنت تتحدث معاليك ولكن الآن هل لك أن توضح لنا كيف يمكن لهذه الحكومة أن تعمل في قطاع غزة كيف يمكن أن تجري انتخابات كما تقول في مواعيدها مجددا مع استبعاد حركة حماس التي تقول بأنه في محاولة انقلاب على مراحل عليها أولا المجلس التشريعي والآن الإخراج من الحكومة تحت مسمى أن حكومة منظمة التحرير الفلسطينية وحماس ليست موجودة فيها ولا حتى حركة الجهاد ومواقف الفصائل هناك أيضا فصائل ترفض هذه الخطوة ضمن المنظمة يعني بدي أسألك سؤال أنا هي حكومة الوفاق الوطن التي شكلت بالموافقة مع حماس كان لها سيطرة على قطاع غزة طبعا حكومة الوفاق الوطن التي شكلت بالتوافق مع حماس لم يكن لها سيطرة على قطاع غزة وكيف ستعب الحكومة الجديدة؟ إذن كيف الادعاء الآن بينكيف الحكومة الجديدة سيكون لها سيطرة على قطاع غزة؟ إذن الحكومة التي شكلناها بالتوافق مع حماس لم يكن لها سيطرة على قطاع غزة؟ يعني مرة أخرى السؤال إذن ما هو الخيار؟ هل المطلوب أن نكرس هذا الانقسام للأبد؟ نحن الآن نبحث عن مخارج وطنية حتى نخرج من هذا الانقسام وحتى نصل إلى مصالحة جدية وشراكة حقيقية بيننا وبين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني لا خيار أمامنا إلا الذهاب الآن باتجاه تشكيل هذه الحكومة حتى ترعى جديا المهام الوطنية الكبرى بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومن ثم الذهاب بالشعب الفلسطيني إلى صندوق الاقتراع إذا حماس كانت جادة يا سيدتي وحتى نؤكد على فهمنا لموضوع الشراكة نحن لا نريد أن نستثني أحد ولا نريد أن نستبعد أحد نحن الآن نعرض على حركة حماس أن نذهب إلى الانتخابات نحن وياهم بقائمة واحدة وهذا وافق عليه السيد الرئيس الأخ أبو مازن سابقا قبل عدة سنوات والأخ أبو مازن عندما قابل الدكتور حنى ناصر سلموا هذه الرأي الرسالة وطلب منه أن ينقلها إلى قيادة حماس في قطاع غزة قال له التفضل إذا أحاول قيادة حماس في قطاع غزة وبلغهم رسالة الشخصية باسم فتح بحكم أن الرئيس أبو مازن هو رئيس حركة فتح إلى جانب رئاسة السلطة والمنظمة وقال له أطلب من حماس أن نذهب إلى الانتخابات بقائمة مشتركة نحن وحماس وكل التنظيمات السياسية الفلسطينية لأننا نريد من هذه الرسالة ومن هذا الموضوع أن نوص الرسالة واضحة تماما هذا في المغزى السياسي لكن ما يطالب الآن في تشريعية ورئاسية وهذا لا يستوي فيه حتى موضوع القائمة الواحدة لم أفهم السؤال المطلوب الآن حتى في حركة حماس في مطالبة الانتخابات شاملة تشريعية ورئاسية أيضا يا سيدة شرعية الرئيس أبو مازن ليست فقط من خلال المجلس التشريعي السيد الرئيس الأخو هو رئيس منظمة التحيل الفلسطينية وهو رئيس دولة فلسطين المنتخب من المجلس المركزي والمجلس الوطني ماذا تقصد حماس بذلك هل تريد حماس تماما كمأة أن تستمر في مسلسل ضرب الشرعيات الفلسطينية والسؤال لخدمة من لكن ليس في مواعيد للانتخابات يفترد الانتخابات الرئاسية لن تجرى فقط الحديث عن انتخابات تشريعية نحن نتحدث عن انتخابات برلمانية انتخابات تشريعية فلسطينية اللي يجب أن تكون مرجعية يا سيدتي المجلس التشريعي هو الجهة البرلمانية للشعب الفلسطيني في الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤوليات وشرعيات الرئيس أبو مازن هي أوسع بكثير الرئيس الفلسطيني أبو مازن يمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهو رئيس منظمة التحيل الفلسطينية المنتخب من المجلس الوطني والمنتخب من المجلس المركز الفلسطيني لذلك أنا لا أريد هنا أن لعب بالألفاظ ولا نريد أن نطع العصي في دوليب العملية الديمقراطية المتمثلة في المجلس التشريعي ورفع شعارات مزركشة وجميلة من جانب حركة حماس على حركة حماس أن تجيب بشكل واضح وعلني وصريح هل تريد أن تذهب إلى الخيار الديمقراطي على قاعدة أن الشعب الفلسطيني هو الحكم والفيصل في اتخاذ القرار في من يكون على رأس قيادة الشعب الفلسطيني أم لا واضح تماما من خلال الإجابات التي تطيعها حماس حتى الآن بالإعلام أن هناك تردد من جانب حركة حماس بالموافقة على موضوع الذهاب إلى صندوق الابطراع والانتخابات وأنا أؤكد لك أن الرسالة التي يحملها حنى ناصر باسم الرئيس أبو ماذن وباسم حركة فتح هي رسالة الشراكة هذا بلغت فيه حركة حماس على موضوع تنظيم الانتخابات طبعا وأنا أعتقد أن الدكتور حنى ناصر خلال الأسبوع القادم سيتوجه إلى قطاع غزة وسيبلغ الإخوة في حركة حماس بهذه الرسالة إذا كانت حركة حماس جادة وتريد حقا أن تنهي الانكسام وتريد حقا أن تحافظ على مبدأ الشراكة اللي بترفعه دائما حماس بتقول لك نريد الشراكة طب تفضل أنا وياك فلنذهب إلى صندوق الابطراع بالشراكة أيضا ماذا تريد أخر من ذلك حركة حماس؟ سامحني المثل يقول إذا طلبت الأثنين عليك أن تقدم الأحد هل تستطيع تنفيذ الحكومة الجديدة إذا ما شكلت أو هل يمكن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وفي القدس أيضا وتكون أيضا حماس مشاركة فيها؟ طبعا حماس شاركت ستسمح إسرائيل بذلك اليوم؟ حماس شاركت من انتخابات 2006 يا سيدتي صحيح حماس شاركت من انتخابات 2006 هذا السؤال أنا برأيه وفي غاية الأهمية هذا السؤال اللي حضرتك بتترحيه هو في غاية الأهمية المعركة الكبرى هي معركة سياسية وليست مع حماس المعركة الكبرى هي مع أمريكا وإسرائيل التي تعتبر أن القدس عاصمة لإسرائيل وتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس نحن نقول لحركة حماس تفضلوا تعالوا حتى تماما نوجه البوصلة بالاتجاه الصحيح وبالاتجاه الوطني الكبير المعركة الكبرى مع إسرائيل هي معركة القدس وعندما نقول أن لا انتخابات بدون القدس يجب أن تصطف حماس تشاقوا خلفنا ولكن إلى جانبنا تعالوا معا وسويا نخوض هذه المعركة مع الإسرائيليين ومع الأمريكان لماذا التردد في ذلك؟ بأي شكل المعركة لإلزام إجراء الانتخابات في القدس ما شكل المعركة المطلوبة؟ المعركة أولا نحن طالب إسرائيل بأن تجري الانتخابات بالقدس أولا قبل الضفة الغربية وقطاع غزة ولن تكون هناك انتخابات بدون القدس عندما نقول يا سيدتي بأن الانتخابات تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة بالطرق السلمية والشراكة والتعددية نحن ليس جمعية خيرية هناك أيضا أسباب سياسية كبيرة في هذا الموضوع نريد أن نصر رسالة هي في غاية الأهمية أن وحدة الجغرافية والشعب الفلسطيني ثابتة لا يمكن أن تضرب لا بصفقة القرن ولا بغير صفقة القرن وعندما نقول الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة هذا موقف وطني فلسطيني راسخ لن نتراجع عنه مهما كان الثمن وعليه نقول للإخوة في حركة حماس اتفضلوا تعالوا حطوا كتف معنا حتى نخوض معركة القدس بكل أبعادها وبكل تفاصيلها ما المقصود بالمعركة لمشاركة حركة حماس لإجراء الانتخابات في القدس طلب من إسرائيل إسرائيل لن توافق على ذلك وأنت أخبر معالي الوزير لكن أن تقول أن نصطف إلى جانب بعض في معركة جلالك بكير نقول بأن إسرائيل لم توافق دعينا نختبر إسرائيل في هذا الموضوع طب خلي إسرائيل ترفض وإذا مرفضت ويستترفض حكما خلينا نخوض المعركة الوطنية الكبرى كلنا كيف وهي معركة القدس خلينا نخوض معركة القدس كلنا سويا بدل ما أدخل معركة باتجاه ميناء في كبرس ومطار في إيلات تعال أنا وإياك نخوض المعركة باتجاه القدس بسلاح اللي لا لون ولا طعم ولا رائحة لفلسطين بدون القدس هي صفت المعركة بيننا وبين الاحتلال حال إنسانية في غزة وكيف أبحث عن ميناء أو مطار ولا في معركة شعب فلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أنا عم بطالب فيك أنه أنتقل أنا وإياك من مربع الاشتباك الداخلي إلى مربع الاشتباك مع الخصم اللدود وهو الاحتلال تعال أنا وإياك نخوض المعركة ما تبحث عن 15 مليون دولار عفوا ما تبحث عن 15 مليون دولار لحل أزمة إنسانية في قطاع غزة شو ما قولت الهدوء مقابل الدولار في غزة سيد خليل حياء قال أنه تم رفض المنحة في الوجبة أو الدفعة الثالثة بناء على المحاولة كيف رفضت يا سيدتي تم إعلان ذلك سيد معالي لا لا مع كل الاحترام نفذت ثلاث شهور نفذت ثلاث شهور يا سيدتي وعندما شعرت أن هناك اتزاز وقفت الأمر أعلنت أنه رفضها وهذا يفترض أن يكون مناسبا لما تطرحه حركة فتح مع كل الاحترام لما تقولي مع كل الاحترام لما تقولي لا حماس التزمت ثلاث شهور والذي أدخل الأموال مشقطة اللي أدخل الأموال إسرائيل وعبر مطار بنجوريون والكشوف قدمت للشباك الإسرائيلي وشيك عليها اسم اسم ووافق على صرف هذه المنحة والأمر الآن يدخل أيضا في إطار المناكفات عفوا معالي الوزير بين حركة فتح وحركة حماس طيب الآن في حوار يفترض أن يكون أو جلسات في موسكو وهذا مهم أيضا ستكون هناك جلسة للنقاش والحوار في موسكو تعولون عليها ما شكلها؟ لبينا طلب الأصدقاء في موسكو وسيذهب من حركة فتح إلى الحوار المرجو من قبل أصدقائنا الروس وأنا بأمل أن يفضي هذا الحوار فعلا إلى نتائج إيجابية ولكن أنا أقول لك من يذهب بهذه العقلية إلى الحوار أنا وافق تماما أنه حتى يضع العصيب في دواليب أي مستقبل إيجابي لهذا الحوار إحنا ذايبين إلى هذا الحوار بقلب مفتوح وجربنا ذلك يا سيدتي يا سيدتي أنا ما بدي أدخل في ضرب من الماضي هو الطعم بالظهر الطعم بالظهر والخيانة جديد على حركة حماس مش حركة حماس اللي خانت مصر ومش حركة حماس اللي خانت سوريا مش حركة حماس اللي خانت أبو مازل اللي سلم البلد بألفين وستة مش حماس اللي خانت سوريا اللي احتضنتها ورعتها وعطتها الجغرافية السياسية والمال والرعاية والعنى اللي خنت سوريا إما أن نواجه بعضنا بالحقائق وإما أننا فقط نرمي عبارات وجمل مزاركشة كبيرة وجميلة شعار المقاومة وغير مع الوزير عندما تحمل حركة حماس كل هذا هذا يعني أنه في حالة تخوين وقبل الذهاب إلى حوار موسكو ترسلون رسائل بهذا الشكل وخصوصا بالإعلان عن حكومة فض حكومة الوفاق وتجال حكومة سياسية حكومة منظمة التحرير ترسلون رسالة ستأخذ بمعنى سلبي وفي خانة الاتهامات التي تفضل بطرحها هذا لا يعبد طريق باتجاه حوار سيؤثر عليه بشكل أو بآخر أرجوك 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 يا سيدتي طيب ما هم يا ذول أنت بتقولي على التخوين أنا لا خونت ولا ما يحزنون ولكن أنا بقول بأنه للأسف تعودنا على الإخوان المسلمين اللي حركة حماس جزء منهم لا وفاء ولا التزام للأسف الشديد لا باتفاقيات ولا بغير ذلك وكما قلت لك قبل قليل هناك تجربة مريرة أنا لا بدأ أدافع عن حد ولا بدأ أتهم حد ولكن أنا بقول بالسلوك وبالقرار السياسي والقرار الحزبي من مكتب الإرشاد الدولي لإخوان المسلمين لا أنا بقول لك حركة حماس وجهت طعنة بالظاهر لأبو مازن عام 2007 عندما عملت الانقلاب ووجهت طعنة بالظاهر للمصريين بالإرهاب الممارس بسينا ووجهت طعنة للنظام السوري الذي رعاها أكثر من 10-15 عام وهو يرعى هذه الحركة هذه السلوكيات السياسية لتنظيم يحترم الاتفاقيات ويحترم الشرعيات هناك تعاون والعلاقة بين حركة حماس ومصر علاقة تتسم بالوضع الجيد حاليا بشكل واضح معالي الوزير ما الذي قد يخرج عن حوار موسكو أنا أتمنى أن يخرج عن حوار موسكو التأييد لدعوة الرئيس الأخ أبو مازن بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية إذا توافقنا جميعا على شكل الذهاب للانتخابات وودعنا بوضع الآليات المناسبة لإنجاح هذه الخطوة الوطنية الكبرى وصولا إلى شكل من أشكال الشراك البرلمانية التي ستفضي بالضرورة بالمستقبل إن شاء الله إلى شكل من أشكال التوافق على شكل حكومة وطنية ائتلافية بالمستقبل أنا أعتقد بأن هذه أقصر الطرق الآن بالذهاب إلى إنهاء حالة الإمكسام الموجودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة سيطرة حماس على قطاع غزة أما إذا بدنا نرجع الآن إلى صياغة اتفاقيات جديدة نحن في عنا عشر اتفاقيات بيننا وبين حركة حماس يا سيادتي حماس لم تنفذ أي من هذه الاتفاقيات كان أخيرا اتفاق 2017 بشهادة أشكاءنا المصريين طب اتفاق 2017 نحن ذهبنا وذهبت حكومة الوفاق التي تشكلت بقرار مع حماس حتى تبسل سلطتها ونفوذها على قطاع غزة صاروا بدون يغتالوا رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة مجددا معالي الوزير هنا ندخل في خانة الاتهامات والاتهامات المضادة وكل ما تقوله بالمقابل حركة حماس لديها ما تقوله حتى موضوع وكأنه في محاولة سباق على السلطة أكثر من وجود حل هذا في الاتهامات التي تقدم لكن لا توجد آلية واضحة بالنسبة لحوار موسكو سيكون هناك استمزاج للرأي وبالنسبة للفصائل الأخرى أيضا بشكل سريع لا يا سيدي نحن رايحين بقلب مفتوح إلى موسكو يا سيدتي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالاتفاق نحن وحركة حماس في حوار موسكو ولكن أنا لو سألتيني أنا بقول لك حقيقة المقدمات تعطيني مسبقا ما هي النتائج الهجوم الشرس الذي تشن حركة حماس الآن على مبدأ الذهاب إلى الانتخابات هو دليل أن حماس تريد أن تتهرب من هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير وتريد أن تعيدنا إلى نقطة السفر مرة أخرى في البحث عن سيغ غير قابلة للتطبيق نتيجة موقف حركة حماس لأن حركة حماس تتعاطى مع صفقة القرن هذا لا اتهام ولا تقولي لابن أنت عم توجه اتهام ولا غيره حماس تتعاطى مع صفقة القرن المطروحة من الأمريكان في تكريس إمارة غزة ودولة غزة الذي يطلب ميناء في قبرص ومطار في إيلات تحت إشراف إسرائيلي كامل هو يتعاطى مع صفقة القرن أشكرك جزيلا شكر مع الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية في حركة فتح كنت معنا من رام الله سنواصل للنقاش في هذا الملف وأيضا سيكون معنا القيادي في حركة حماس دكتور محمود الزهر سنتابع النقاش مشاهدين ولكن بعد فاصل قصير ألمكم الجديد في المسائية من الميادين توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة أثارت ردودة فعلا رافضة من قبل فصائل فلسطينية حيث اعتبرت حماس أن هذه الحكومة انشكلة ستكون فاقدة للشرعية أحمد شلد صفحة جديدة في سجل الخلاف الداخلي الفلسطيني تكتب سطورها بعد توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتأليف حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير والمستقلين الأمر الذي عدته حركة حماس انقلابا على الاتفاقات السابقة هذا يكرس الانخسام الفلسطيني بل يؤكد على عقلية التفرد والتهميش والإقصاء وهذا يمثل انقلابا على التوافق الوطني ولن تحظى هذه الحكومة بالشرعية القانونية ولا الشرعية الدستورية حركة الجهاد الإسلامي غير المنضوية تحت إطار منظمة التحرير رفضت تأليف الحكومة الجديدة على اعتبار أنها ستعمق الانقسام موقف توافقت معه الجبهتان الشعبية والديمقراطية المنضويتان تحت إطار المنظمة حيث طالبتا بحكومة وحدة وطنية لا فصائلية حكومة منظمة التحرير يعني أن هناك فصائل ستشارك وسيزيد هوة الخلاف وشقة الخلاف بينها وبين مكونات أخرى للشعب الفلسطيني هذا ليس حلا الحل وحيد فقط هو سعادة الوحدة من خلال حكومة وحدة وطنية دعونا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الرغبة ترجمة لاتفاقيات المصالحة الموقعة باعتبارها الحكومة الأقدر على التحديل لانتخابات نزيهة ديمقراطية ردود الفصائل الرافضة لتأليف حكومة جديدة تطرح تساؤلات عن مدى قدرتها على معالجة الوضع الداخلي وتحقيق الربط بين غزة والضفة في وقت تواجه فيه القضية الفلسطينية مخاطر كبيرة إلى مزيد من الخلاف الداخلي تدفع توصية حركة فتح بتأليف حكومة جديدة كما يقول مراقبون فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل الوسطاء لإنهاء الأزمة وتحقيق الوحدة على أساس الشراكة الوطنية أحمد شردان غزة الميادين من قطاع غزة ينضم إلينا القيادي في حركة حماس دكتور محمود الزهار مرحبا بكم دكتور الزهار أنا تأكد من أنك استمعت لما قاله الوزير حسين الشيخ لأنه من المهم أن تكون قد استمعت لما قاله لأنه وجه الكثير بالنسبة لحركة حماس أبتدأ معك بالسؤال ما الذي وصلكم من هذا التوجه لحل حكومة الوفاق وبالفعل قدمها وضعها في تصرف رئيس أبو مازن رئيس الحكومة والاتجاه لحكومة سياسية حكومة منظمة التحرير ماذا وصل حركة حماس من هذه الخطوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونولان كل ما قالوه واتهموا في غزة هم الآن بمرسوم يعني هم بمرسوا صفقة القرن التي أصبحت ملمحة واضحة ليس لغزة فيها وصفقة القرن فقط في الضفة الغربية ومعروفة هذه القضية النقطة الثانية كل ما تحدثوا فيه عن الشراكة الوطنية هم بيقطعوا الآن شرعيين الشراكة الوطنية الحديث هو عن حكومة فتحوية لا أحد الفصائل أصحاب الوزن الشعبي سيكون مشارك فيها وبالتالي سيقول إحنا عرضنا حكومة والناس رفضت وسيستمروا في الحكومة وبعد ذلك سيستمروا في صفقة القرن ويحملوا الشعب الفلسطيني وبما فيه حركة حماس مسؤولية أنهم لم يشاركوا في الحكومة فأضعفوا السلطة الفلسطينية اللعبة صارت مكشوفة اقرأوا ما قال ترامب في صفقة القرن أو صفقة حل المشكلة الإسرائيلية واحد لا حديث عن غزة لأنه فيها مقاومة اثنين الضفة الغربية التبادل في الأراضي بين المستوطنات التي أغلت من الضفة مع أراضي من الضفة وبالتالي ليس أناقة شبر واحد من الأرض المحتلة عام ٤٨ سيتم تحديده القدس اختروا لك أي حي سمو عاصمة فلسطين هذه صفقة القرن التي قادت إليها حركة فتح فيما يسبب المشروع الوطني وهو بعيد أبعد ما يكون عن الوطنية هذه صفقة القرن التي تم الاتفاق عليها إقليميا ويريد الآن هذه مرحلة إخراجها وأول ما يبدو إخراجها هو تحميل حماس والفصائل الفلسطينية مسؤولية إفشال ما يسمى كذبا وافتراء حكومة وحدة وطنية دكتور الزهار هذا في الخلاصة هل تلمسون بأنه في محاولة ضغط في مكان ما لتقريب بين الطرفين خصوصا أنه الشيخ الوزير الشيخ قال أنه في رسالة ستصلكم من الرئيس محمود عباس عبر دكتور حنى ناصر مرتبطة بموضوع الانتخابات أولا نحن في موضوع الانتخابات الصورة عندنا واضحة وريد بس أن نذكر بمجموعة من الحقائق حال ضوءها تتحدد الموقف من الانتخابات المزمعة أو المزعومة أولا هم أجروا انتخابات لتأسيس السلطة الفلسطينية في عهد عرفات ولم نشارك فيها ولم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء بعد ذلك أجرنا انتخابات البلدية في 2005 وفازة حماس من الأغلبية الساحقة فيها في 2006 أجرنا انتخابات وفزنا بتلتين المقاعد الموجودة في المجلس التشريعي الذي هو شغال حتى الآن وهو المجلس التشريعي الشرعي حسب المادة 47 مكرر من الدستور أو من القانون الأساسي اللي هم عملوا في 2007 في 2006 اتفقنا احنا وياهم في اتفاق مكة في 2007 سلمناهم كل شيء نص الوزارة ونص رئاسة الوزارة وكل شيء كل شيء شاركوا فيه لم يستمروا أكثر من شهرين ونص وحاولوا محاولة انقلاب عسكرية على الحكومة التي يوم يشاركوا فيها وإثناء المواجهات هزموا وعربوا وبالتالي تجربة الشراكة معهم تجربة واضحة سلمناهم حكومة ما يسمى باتفاق الشاطئ سلمناهم تسليم كامل ولم يفعلوا شيء في المشروع الوطني الذي يخدم مصلحات هذا أيضا عرضنا على الحمد للتفضل تعالى أسلم كل شيء وترك كل الوزراء الموجودين وكل الوزراء سابوا مع قاعدهم وأدخلوا الموظفين اللي جئين من رمالة كانت النتيجة اخترعوا قصة محاولة اغتيال الحمد لله وتم اعتقال المجرمين وهم من فتح وهم يعترفوا على من الذي اتصل بهم ومن اشترى لهم السناديق الصحبة اللون الأبيض ومن الذي أعطاهم متفجرات وبالرغم من ذلك وكشفناها من العالم وبالرغم من ذلك الكذب والافتراء مستمر وحملة واخرها هذا المشروع الجديد أنه يجب أن يعمل من فصائل مرضمة التحريب من هي من فصائل مرضمة التحريب الانتخابات الأخيرة كم حصلة كم أعدادها تاريخيا نحن نحترم هذه الفصائل لكن الآن على أرض الواقع تاريخيا في الانتخابات التي جرت قبل ذلك كم الذين سيشاركوا معهم حصلوا في هذه الانتخابات هذا هو السؤال السؤال هل سيشاركوا وأقول لك لن يشاركوا أنا أكد لك لن يشاركوا فسيبحثوا عن بعض فصائل يعني بالاسم حتى تستطيع أن تجد لها موقع في الحكومة لكن على أرض الواقع يتحدثوا عن مشروع وطن ما والوطن يتحدثوا عن دولة ما هي الدولة وإذا أحدد ما هي الدولة دكتور الزهار لماذا أنتم متمسكون بحكومة الوفاق الوطنية على ما يقول الوزير الشيخ بأنه لا تنفذ أي شيء لا يوجد لديها أي نتائج على الأرض وذلك أيضا ينسح بالنسبة للمجلس التشريعي وأنه تعالوا إلى الانتخابات وهي ستكون نقطة الجمع أي أن يكون ربما الوسيلة التي تم اتخاذها التي تتحفظون عليها بطريقة حل المجلس التشريعي أو حتى الطرح لحكومة جديدة أي أن يكون الوسائل ولكن نتيجة الذهاب إلى الانتخابات قد تكون نقطة جمع بين كل الأطراف ما المشكلة في ذلك بالنسبة لحركة حماس نحن لا هذي نقوله ونحن ليس نتمسكين بحكومة الحمد الله حكومة الحمد الله ارتكبت جرائب في حق الشعب الفلسطيني لما تقطع الكهرباء ولما تقطع الدواء ولما تقطع الغزاء ولما تغلق المعابر ولما تمنع الرواتب حكومة الحمد الله حكومة أجرمت في حق الشارع الفلسطيني لكن نحن نقول نريد إطار تم التوافق عليه لأجر انتخابات نحن الذين نريد انتخابات بس أي انتخابات مش انتخابات انتقائية نريد انتخابات تشريعية يشارك فيها الجميع نريد انتخابات مجلس وطني يشارك فيها الجميع نريد انتخابات على الرئاسة يشارك فيها الجميع لماذا أنت فقط بدك تحصرنا في انتخابات انتخابات فقط مجلس تشريعي مزورة لأنه لا أحد مننا سيستطيع أن يخرج من الضفة الغربية طب روحوا أسأل الدكتور عزيزي دويك هل يستطيع أن يشرب فنجان قهوة في المجلس التشريعي وهو رئيسه سيتصل فيه محمود عباس ويقول له اشرب القهوة في بيتك ممنوع تدخل المجلس التشريعي وبالتالي نريد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني نحن اللي بدنا انتخابات لأننا نعرف أن الشارع لن ينتخب هؤلاء الناس البركة جفت وبانت ضفاضعها ضفاضعها هو مشروع ترامب الآن ليس هناك حديث لا عن وطن ولا عن أي شيء الوطن عندنا أرض هي كل فلسطين وشعب وكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأنا عدت من الخارج والتقيت بالمخيمات الفلسطينية كلهم يطالب بالعودة كل يطالب بأرض فلسطين محتلة عام 48 وبالتالي هؤلاء الناس لا يمثل الشرع الفلسطيني لا في الداخل ولا في الخارج ليذهبوا ويسألوا للناس هل يقبلوا أن يبقوا في المخيمات وبالتالي هم يريدوا حكومة وحتى قد لا ينفذوها هو يتكلم عن حكومة لا تشارك فيها القوى الفاعلة ويقولوا أننا طلبنا منهم وهم رفضوا نحن لم نرفض نحن لم نرفض نحن نريد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وبلدية وكل أنواع الانتخابات كلها تأتي لكن أن تكون هذه الانتخابات ممثلة الشرع الفلسطيني والأهم من ذلك أن يتم ذلك بالشفافة المطلوبة والأهم من كل ذلك هو أن نقبل بالنتائج ليس ننقلب عليها كما حصل انقلبات انتخابات البلدية 2005 وانتخابات المجلس التشريع 2006 دكتور زهار وطرحت عليك سؤال في سياق ما قاله أيضا الوزير الشيخ ما الذي قدمته حركة حماس على خط تعزيز اللحمة الوطنية على طريق فعلا انهاء الانقسام وتعزيز المصالحة لأنه ما يتم التوجيه من الانتهامات بأنه لا تلتزم حركة حماس بالاتفاقات الخاصة والتفاهمات الخاصة بالمصالحة ماذا قدمت حركة حماس لإتمام المصالحة وتعزيز اللحمة الوطنية السرط هو أجابة على هذا السؤال لما احنا اعطناهم نصف الحكومة في اتفاق مكة في 2006 لما اعطناهم اتفاق الشاطئ كامل ولم يدخل منه أحد أليس هذا كان لأعطاهم فرصة لتعزيز لما طلبنا من حمد الله يجي تستلم غزة وجاء وأرسل وزراءه وبعد ذلك استنكف بقرارات من عباس لما بنطالب الآن بكل هذه الانتخابات أليس هذا كله في إطار عملي لتحقيق ليست وحدة بين من يتعاون مع إسرائيل ويسمي ذلك أخدس بين من يقاوم الاحتلال ويضحي بأغلى ما يملك نحن نتحدث عنه نعود إلى الشارع والشارع هو الحكم الشارع إذا اختاركم ببرنامجكم التعاون الأمن المدنس فليه يتحمل المسؤولية لكن إذا اختارنا كبرنامج مقاومة نحو الفصائل الفلسطينية التي تقود مسيرة العودة وكسر الحصاب عليكم أن تقبلوا بذلك أنتم الآن تسيطروا على هذه المنظمة وتسيطروا على هذه الحكومة وتسيطروا على هذه السلطة منذ انتخابات واحدة لم تتكرر الانتخابات واحدة لم تتكرر ولن تتكرر عملية التمكين في القطاع نخرج من دائرة اسمحي لي بس نخرج من دائرة أن يطلبوا شيء حتى يرفضوا الشارع الفلسطيني فأقولوا طلبنا وهم الذين رفضوا نقولوا إلى انتخابات كاملة انتخابات كاملة وليس انتخابات جزئية عملية التمكين في القطاع هذه واحدة من الاتهامات التي تتواجه لحركة حماس بأنها لم تمكن بالفعل الحكومة من العمل في القطاع في نواحي من دون نواحي أخرى جانب الأمني من بينها لا هذا كلام غير صحيح انتوا اسألوا ان يتصلوا في الناس التي سلمتهم الوزارات التي سلمتهم مكناهم من المعبر وسابوه وتركوا معبر رفح وهو حتى الآن تركوه وسابوه وتربوه حتى طلب منهم أن يتركوا الآن بيشتغلوا بكرمة وسالم بالجزئية الآن مكناهم بيعطيناهم حكومة حكومة لم نشارك فيها فيما يسمى حكومة الحمضلة لم نشارك فيها حكومة الحمضلة مرة أخرى قلنا لهم تفضلوا تعالوا استلموا ولما يجوا استقبلوهم الناس وقدموا لهم كل شيء ولكن القرار عندهم لا يريدوا لأن صفقة ترامب لا تريد لا تريد غزة صفقة ترامب لا تريد منطقة فيها سلاح تريد منطقة مزيوعة السلاح بيد السلطة وبيد العدو الإسرائيلي عبر التعاون الأمني المدنس في الضفة الغربية في الضفة الغربية وفي القدس وهناك نوع من الانتقاد حول المنحة المالية وأنا أنقل ما يتم ذكره بأن التنسيق الأمني والتنسيق المالي في ذات الخط هذا عيب هذا يقال لأنه أصلا هذا اتهام لقطر هذا بالنسبة لحركة فتحه يعني ما نقل يعني طبعا طبعا فرق أول حاجة السلطة الفلسطينية دائما طول عمره ومنظم التحرير عايش على التبرعات وميزانيات الحكومات التي تعطيها لتصرف على الشعب الفلسطيني وبالتالي إذا كنا بنتهم أنه قطر بتقدم مساعدات للي رجليهم مبتورة وللي موجودين في المستشفى لا يجدوا علاج والكهرباء التي تنقطع على الذين يقوموا بغسيل الكلية وتتمنع المرتمات الموظفين الأطباء والمدرسين وغيرهم إذا كان هذا خيانة طب قطر بتقدمه وكل الدول العربية بتقدمه وكل الدول أصلا للغنية بتعطي الدول الفقيرة في هذا المجالات لكن ما هو الثمن الذي نقدمه هل في تعاون أمني بيننا وبين إسرائيل قصة الدولار والسولار والكلام الفاضي هذه حالة من الأسقاط النفسية لو سألتم فيها طباء نفسيين لقالوا لكم ما يعملونه وما يقولونه وما ينفذونه بيسقطوها على الآخرين طيب دكتور زهار ذاهبون إلى موسكو نحن أي عدوة تجينا ذاهبون بس الموقف واضح لانتخابات جزئية نحن مع انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وبلدية وطلبية وكل شيء لكن لا ينتقوا انتخابات ستتزور لأنه لن نستطيع أن نشارك فيها في الضفة الغربية لأنه سيتم اعتقال على صرنا من الاعتلال الإسرائيلي ومن التعاون الأمني معهم وأيضا سيحاولوا أن يضعوا عراقيل في انتخابات في غزة بالأكاذيب التي تفترى هنا وهناك وبالتالي لا نريد أن نكون شاهد زور على انتخابات ستبيع القضية الفلسطينية فيما يسمى بصفقة القرن في دعوة وجهت لمشاركة حركة حماس بالنسبة لزيارة سيد اسماعيل هنية لموسكو وكانه في مواقع مختلفة نحتاج لتوضيح لو سمحت هي كان في الأصلا قبل أسابيع الدعوة كانت موضية وكان مفروض في أول الشهر الشهر أن يكون خروج وبالتالي تأخرت وتأجلت فالدعوة قائمة ولم نحتاج إلى دعوة ثانية هل تم تحديد موعد آخر حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول أن فيها عندي معلومات تقول أن تم تحديد موعد آخر لا لأنه لغة حدث مع تصريح السفير الفلسطيني في موسكو بأنه لن يكون السيد اسماعيل هنية في موسكو في جلسة الحوار أو في موعد جلسة الحوار التي كما أفهم منك يفترض أن تكون في مطلع هذا شهر المقبل والبعض قال في منتصفه ربما لذلك نسأل إن كانت ستكون زيارة منفصلة بعيدا عن جلسة الحوار التي ستجرى في موسكو والمأمول منها بكل الأحوال نسأل أيضا لا وأنا ضعين أضاء نقطة كخبير في هذا الموضوع الذي كنت وزير خارجي أعرف كيف شغل السفراء شغل السفراء هو ضد حركة حماس شغل السفراء يشتغل ضد غزة شغل السفراء ضد برنامج المقاوم لأنه هذول ممثلين السلطة الفلسطينية التي تتعاون أمنيا مع العدو الإسرائيلي وبالتالي لا نتهم هؤلاء الناس بالتعاون مع إسرائيل لكن هؤلاء لا يستطيعوا أن يخرجوا عن سلطة عباس لأنهم أصلا تبعين لوزارة الخارجية للحكومة الحالية وبالتالي من يؤسع عن هذا الموضوع هو من يقوم بهذا الملف لكن أنا أعتقد أن عملهم وبناء على تجربة عملهم دائما ضد برنامج المقاومة ضد حركة حماس وأيضا ضد أي فصيل الآن يمكن أن يتحالف في برنامج المقاومة يعمل على أن لا يجري السيد إسماعيل هنية هذه الزيارة إلى موسكو هل هناك من يعمل على أن لا تتم هذه الزيارة للسيد إسماعيل هنية لموسكو لا تحدث عن الجانب الفلسطيني هنا أطراف خارجية نعم الجانب الفلسطيني أطبعا لا السياسة عباس هو لا يريد أن تبدو الصورة وكأن المشهد الفلسطيني فيه طيارين هو يريد أن يقول بين أيدي صفقة القرن أنا الذي أوقع أنا الذي أمثل أنا الرئيس وبالتالي أنا لا أستبعد ليس عندي معلومات مؤكدة ولكن لا أستبعد بنا على تجربتنا مع هذه السلطة التي دائما تقول أنها هي ولا أحد غيرها أطراف خارجية لا تعمل على منع أو عرقلة مثل هكذا زيارة تقديري أن إذا كان في ظروف كانت تكون ظروف أن يمثلا إغلاق المعبر إغلاق معبر رفح ولكن حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول إغلاق معبر رفح هو السبب أنا أقول لا أنه هناك تدخلات من الجانب من جانب السلطة على مستوى الوزارة السفراء وخصوصا في موسكو لتعطيل هذه الزيارة هل نحن أمام مشهد تطور للانقسام إلى حالة الانفصال انطلاقا من التطورات التي وصلنا إليها وما عساها حركة حماس أن تفعل الآن لتغيير هذا الواقع أولا الانقسام فرض علينا فرضا كما قلت لك في ال2006 فرض علينا الانقسام بأنهم حاولوا ينقلبوا على حكومة حكومة اتفاق مكة وال2007 شاهدت مواجهات عسكرية وبالتالي اتهابنا بأننا أسباب الانقسام هذا اتهاب خاطئ وجريمة في حق التاريخ طبعا الانقسام بدأت وفتح بأنها محاولة أن تنقلب بالسلاح ولما فشلت هربت وقالت أن غزة عملة انقلاب عليها والانقسام أيضا من حكومة الحمد لله واحدة من الذين أضافت مداميك كبيرة في موضوع الانقسام لكن هناك محاولة تكريس انفصال الآن ولذلك أسألك هل هناك خيارات يمكن أن تغير ذلك حتى وأن بدأت في إطار نوع من التنازلات من نسبة لحركة حماس أولا أنا أريد أن نوضح أن هناك تنازلات على مستوى الوطن لا يمكن أن نقبل بها مستحيل مثل لفظ الوطن عندنا أرض وشعب وشعب وسلطة أي دولة نريد أن نقيمها هي أرض وشعب وسلطة الأرض عندنا هي حدود التي احتلت عن 48 الأرض عندهم الضفة وغزة وبعض تبادل أراضي كما تعرفين نسبة ما قبلوا به أقل من 18% وما نطلبه نحن 100% هذه بالنسبة للأرض بالنسبة للشعب نحن لا نميز بين الشعب الفلسطيني الموجود في مخيمات جنوب لبنان أو المخيمات السورية أو موجود في البلد العربية أو بين غزة أو الضفة أو القدس أو أي مكان هم لا يوجد عندهم الشعب هو الموجود في الضفة الغربية وتعطفا وتمننا يمكن يقول الشعب في غزة السلطة هي التي تأتي بانتخابات عندنا فالأرض والشعب والسلطة بيننا وبينهم القسامات حادة وهذه ليست عيب هذه ليست عيب هذا موضوع بالنسبة لنا هو عقيدة نحن لا نستطيع أن نتنازل عن شبر واحد من فلسطين لا نستطيع أن نهضم حق فلسطيني واحد لا نستطيع أبدا أن نلغي برنامج الدفاع عن النفس وبالتالي أقول أن قضية أنه فيه انقسام فيه انقسام الأحزاب التي تدخل الانتخابات كلها عندها انقسام بس لا تختلف على الوطن لا تختلف على الأرض ولا تختلف على الشعب بتختلف على آليات السلطة لكن هؤلاء الناس وصلون إلى اختلافات جذرية وعميقة وجوارية شكرا جزيلا لك دكتور محمود الزهار القيادة في حركة حماس كنت معنا مباشرة من قطاع غزة المحاصر بهذا نسل إلى ختام المسائية نذكركم بعناوينها الحكومة الفلسطينية تضع نفسها في تصرف أبو مازن وحركة فاتح تدعو لتشكيل حكومة جديدة والهدف إنهاء الانقسام فهل سيكتب لهذه الخطوة النجاح؟ رد فعلا رافضة من الفصائل الفلسطينية لأي حكومة في ظل الانقسام هل يؤدي تشكيل الحكومة الخلافية إلى تكريس الفصل بين غزة والضفة؟ دائما المزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء